السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهنا وصلنا لنهاية الدورة ان شاء الله يكون الدورة مفيدة واستمتعتوا واخذتم معلومات جديدة طبعا احب انه دائما نقول في النهاية كل دورة انت تدرسها على الفيديوهات على الانترنت او على اليوتيوب احنا دنحاول قدر الامكان انه نسهل الفكرة لكم اعذرون عن كلمات خارجة ذكرناها او طريقة الشرح والاسلوب اعتذر جدا جدا بس احب اقول لكم انه انا حقيقة جدا جدا مشغول يعني يدوب يمكن تلاحظون حتى ما عمل المونتاج ولا يعني امنتجها مثل كثير من القنوات لانه عندي ضيق بالوقت جدا فيدوب هذا الوقت اللي اقدر اوفرها يعني حتى مرات تلاحظون انه انا القد ساعة اربعة الصبح فجر ساعة خمسة الصبح يعني يدوب عندي وقت قصير اقدر اسجل بيها عن طيق المعلومة استفادت من عندها كان بيها ما استفادت من عندها عادي جدا تمام عاني لعلي انه احاول قدر الامكان دالك وقت بسيط اشرح بيها اوصل فيها فكرة معينة واتركها يعني عاني اعتمادي ليس على اليوتيوب مئة بالمئة ان عندي اشغال اخرى بس لكن مخصص وقت معين انطيها مجانا للناس عسى ولا عال انه يستفادوا من عندها لان احنا نلاحظ في كثير من الناس امكانياتهم ضعيفة وايضا الشركات بتطلب خبرات يعني لازم يكون انت عندك خبرة في مجال معين وهذا فاكيد انا حقيقة اللي اتقصد بها اكثر شيء الناس اللي معدهم امكانية الناس اللي يفتقرون للخبرة وايضا هم خريجين وعاطلين عن العمل فهذا هو اكثر اهتمامي انه على الاقل يلقون شيء مجاني ان معدهم امكانية يقدمون على معاهد او يتعلمون من اماكن على سبيل المثال فاحاول قدر الامكان نوفر لهم فيديوهات يتكون هذه الفيديوهات هي سبب كخطوة اولى يتعلموا الشيء وبعدين هم يحترفون وينجزون اشياء رائعة يتوفقون في حياتهم سواء تعيين او دراسات عليا والى اخرين من امور النهاية مش معنى انه احنا ما راح نقدم دروس لا اكيد راح نعمل دورات اخرى ارجع اقول في دورات كثيرة راح تكون عن لارفول وايضا اللغات البرمجية لكن نهاية اي دورة مش معنى انه انت تحفظ هاي الفيديوهات وانتهى لا هاي هي تمهيد الدورات على اليوتيوب هي تمهيد انه انت تفتح لك باب وتستمر القراءة المستمرة الدراسة المستمرة اذا انت تظل تقرأ مجموعة فيديوهات من قناة معينة وخلاص تروح لقناة اخرى وقناة اخرى بهيك حال انت مرح تتعلم لازم تضطر انه تعمل مشاريع تشتغل حاول هذه الدروس لما ينطق مثال معين مثلا انطيت لك مثال كيف تجمع رقمين تعالي انت تعمل مثال كيف تضرب رقمين او كيف تجمع خمسة رقم حاول ويا نفسك تعمل تغيير تعمل شيء غير موجود مثلا بالدرس هل تستطيع هذا الشيء اوكي اذا حسيت نفسك ضعيف راجع الفيديوهات مرة اخرى من الصعب ما نقول مستحيل لكن من الصعب انت بالفيديو مرة واحدة رأسا تفهمها فحاول اكثر من مرة تراجع الفيديو زين لان انت بالاول وبالاخير راح تعطي وقت يعني خلي نقول انت في هاي الدورة تعطي وقت شهر كامل انه انت تدرس هاي الدورة حتى تفهمها لغات البرمجة ليست للدرخ للفهم فقط فانت من تفهمها حتى ما تعيد شهر اخر وترجع مرة اللي تقرأهاي لا مرة واحدة تدرسها مرة واحدة فهمتها واتطبق المعلومات وقصدي مرة واحدة دراستها مقصدي انه انت تشوف الفيديو مرة واحدة لا فيديو الاول شاهده مرة مرتين ثلاثة لحد ما انت تحس نفسيا انه انت اوكي هذا تمام وبنهاية الكورس مفروض انه تقدر تصنع تطبيقات وتطبيقات رائعة وتقدر تشوفها ايضا لاصحابك او للشركات والى اخرين من الامور تقبلوا تحياتي مهندس محمد عيسى من العراق مع السلامة ترجمة نانسي قنقر